الصخور والتربة أهدف درسنا لهذا اليوم أولاً الهدف الأول معرفة الصخور وتصنيفها بحسب صفاتها هذا هو الهدف الأول والهدف الثاني معرفة التربة وتصنيفها بحسب صفاتها إذن ما رأيكم أن نبدأ الآن؟ أحسنتم هل أنتم مستعدون؟ هل تملكون الأوراق والأقلام والثبورات؟ جميل إذن هيا تعالوا أولاً ما الصخور؟ يا ترى ماذا تعني الصخور؟ نعم أحسنتم إذن الصخور انظروا إليها الصخور شيء غير حي مكون من معدن واحد أو أكثر هل الصخور شيء حي؟ نعم فهو لا يتحرك لوحده وأيضاً هل الصخرة تشرب الماء؟ إذن الصخرة لا تشرب الماء هل الصخور تتنفس؟ كلا إذن الصخور شيء غير حي يتكون من معدن واحد أو أكثر أحسنتم انظروا للصخور إذن لاحظوا جيداً هل جميع هذه الصخور متشابهة في شكلها ولونها وحجمها؟ نعم أحسنت ممتاز إذن الصخور مختلفة لا تتشابه فلاحظوا تختلف الصخور في أشكالها شكلها مختلف وألوانها أيضاً فهذه الصخرة مائلة للرمادي قليلاً وهذه الصخرة تحتوي على لون الرمادي مع قليل من اللون البني والأحمر وهذه الصخور نعم فيها قليل من اللون الأسود والرمادي والأحمر أحسنتم وأيضاً أحجامها مختلفة فهل حجم الصخور الصغيرة مشابه لحجم الصخور الكبيرة؟ كلا ممتاز أحسنتم إذن قد تكون الصخور ناعمة الملمس وبعضها خشن نعم انظروا أيضاً قد تكون الصخور لامعة فالصخور ربما قد تلمع وهناك صخور لونها داكن هل بإمكانكم أن تعطوني مثال للون الداكن؟ نعم أحسنتم إذن الصخور السوداء ممتاز انظروا ما المعادن؟ قلنا أن الصخور تحتوي على معدن واحد أو أكثر ولكن السؤال معلمة ماذا تعني كلمة المعادن؟ نعم ربما دعونا الآن نتأكد المعادن المعادن شيء صلب قوي غير حي إذن يعني غير حي لا يتنفذ لا يشرب الماء لا يتحرك لوحده ويوجد في الأرض أحسنتم هذا هو المعادن ممتاز إذن جميع الصخور تتكون من معادن ممتاز إذن الصخور تحتوي على معادن ممتاز انظروا تتكون هذه الصخرة من معادن مختلفة ويوجد أنواع مختلفة من المعادن لا يوجد نوع واحد وإنما معادن مختلفة بربما تكون في الصخرة بعضها أزرق اللون انظروا معدن لونه أزرق وبعضها بنفسجي اللون نعم وهناك معادن لونها شفاف أحسنتم إذن هل أنتم مستعدون للنشاط؟ هيا لنتدرب أكمل العبارتين التاليتين بما يناسبهما أولا تتشابه الصخور بأنها جميعا تتكون من واذا قلت لكم قبل قليل نعم هل تستطيعون كتابة الكلمة؟ حاولوا لا بأس أحسنتم ممتاز إذن هيا نتأكد تتشابه الصخور بأنها جميعا تتكون من لا أسمع ممتاز معادن ومن حاول الكتابة هل كتبتم كلمة معادن؟ أحسنتم هيا السؤال الثاني تختلف الصخور من حيث قلنا أن الصخور غير متشابهة فهناك صخور مختلفة في ماذا تختلف يا ترى؟ نعم أحسنتم الآن هيا هيا لنتأكد تختلف الصخور من حيث أشكالها إذن أشكالها مختلفة فهناك أشكال انظروا للأشكال موجودة نعم وألوانها ممتاز فهناك لون أحمر أسود بني رمادي وما إلى ذلك وأيضا نعم ممتاز أحجانها هناك حجم كبير وحجم صغير وحجم متوسط وأخيرا نعم أحسنتم إذن ملمسها مختلف فهناك ملمس نعم وملمس خشم أحسنتم هيا هيا لنتدرب مزيد من التدريبات أريد منكم الآن أن تضعوا علامة صح وعلامة خطأ أحسنتم هل تملكون سبورات بيضاء أو ورقة؟ إذن أريد منكم الآن أن تكتبوا الإجابات في هذه الأدوات الموجودة لديكم إذن المطلوب الآن من السؤال ضع إشارة صح نهاية العبارة الصحيحة وإشارة خطأ في نهاية العبارة الخاطئة في الجدول التالي أريد منكم أن تضعوه في السبورة أو في الأوراق هيا الرقم الأول انتبقنا العبارة الأولى تقول تتكون الصخور من معدن واحد أو أكثر هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ هل بإمكاني أن أشاهد الإجابات؟ نعم هيا واحد اثنان ثلاثة ارفعوا الأوراق والسبورات إلى الأعلى أحسنتم إذن الإجابة صحيحة ممتاز إذن العبارة الثانية تقول ألوان المعادن متشابهة هل ألوان المعادن متشابهة؟ يعني هل جميعها زرقاء؟ هل جميعها خضراء؟ هل جميعها منفسجي اللون؟ هل بإمكانكم أن تكتبوا الإجابة في السبورة أو الورقة؟ نعم هيا هيا أحسنتم ممتاز واحد اثنان ثلاثة هيا لنرفع ونتأكد من الإجابة الإجابة خاطئة ألوان المعادن متشابهة العبارة خاطئة لأن المعادن لها ألوان مختلفة أحسنتم العبارة الثالثة من مستعد حتى يجيب على العبارة الثالثة؟ أنا أنا هيا هيا العبارة تقول تتكون المعادن من مواد صلبة قوية قوية نعم أنا أرى إجابات صحيحة ممتاز هيا لنتأكد هل بإمكانكم أن ترفعوا السبورة؟ واحد لا أسمع اثنان ثلاثة أحسنتم إذن الإجابة هي صحيحة تتكون المعادن من مواد صلبة قوية أحسنتم هل أنتم مستعدون للعبارة الرابعة؟ نعم العبارة الرابعة تقول هيا أشكال المعادن متشابهة أنا لا أعرف أريد منكم أن تساعدوني في الحال نعم إجابتك رائعة وأنت ممتاز هيا لنتأكد أشكال المعادن متشابهة إذن الإجابة خاطئة أحسنتم فالمعادن أشكالها غير متشابهة ممتاز لدي الآن سؤال ما هي التربة يا ترى؟ هل تعرفون التربة؟ نعم التربة أحسنتم إذن هناك أنواع مختلفة من التربة هل شاهدتم تربة لونها بني في الحديقة أو في المنزل؟ نعم أحسنتم فهناك تربة لونها بني وبعضها الآخر يميل قليلا إلى اللون الأحمر وهناك أيضا لون رمادي وأصفر ممتاز إذن هل هناك لون واحد؟ كلا إذن هناك ألوان مختلفة تختلف هذه الأنواع فيما بينها في درجة احتفاظها بالماء فهناك نوع واحد من التربة يحتفظ بكمية ماء كبيرة دعونا الآن نتدرب لنكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة أولا فتاة الصخور وبقايا النباتات والحيوانات تكون ماذا؟ قلتها قبل قليل الكلمة نعم أحسنتم التربة ممتاز إجابات صحيحة النقطة الثانية تختلف أنواع التربة فيما بينها في درجة احتفاظها بماذا؟ نعم عندما تشعر بالعطش الذي تريد أن تشربه نعم فهناك أيضا أنواع من التربة تحتفظ بالماء ممتاز النقطة الثالثة التربة ألوانها مختلفة بعضها بني اللون وبعضها الآخر يميل إلى اللون نعم أحسنتم يميل إلى اللون الأحمر أو الرمادي أو نعم ممتاز اللون الأصفر لون الشمس الجميلة إذن ما رأيكم أن ننتقل للنشاط التقييمي لنقيم ما تعلمناه اليوم؟ جميل إذن أيهما يكون الآخر؟ المعدن أم الصخر؟ هل بإمكانكم البحث عن مصطلح أو مفهوم الصخر؟ بعدها ستستنتجون الإجابة نعم جميل إذن المعدن يكون الصخر لأن الصخور هي تتكون من معادن أحسنتم السؤال الثاني ما علاقة التربة بالصخر؟ ما العلاقة؟ ما الرابط العجيب بين الصخور والتربة؟ نعم ممتاز إذن لاحظوا جيدا تتكون التربة من فتاة الصخور أحسنتم فعندما تتفتت الصخرة تصبح كالتراب نعم وهكذا انتهى يا أطفال الصغار درسنا لهذا اليوم أتمنى أنكم تعلمتم واستفدتم الكثير ولكن لا تنسوا مهارة البحث الذاتي والتعلم اتفقنا إلى اللقاء مع السلامة ترجمة نانسي قنقر